دكتور أسامة في هذا المقام أيضا هناك بعض التفاصيل التي تطرح من بعض المنتمين أو المحسوبين على التصوف في مثلا الموالد في حلقات الذكر في أشياء من هذا القبيل يقول يعني أصابني الوجد وارتقت الروح وبلغت مقاما رفيعا من الوجد وقد الآن أنا في حال وأشياء من هذا القبيل فيمارس سلوكا سواء في مسجد أو في مولد أو في حلق الذكر أو أشياء من هذا القبيل أي مكان بقى السلوك بنشوف فيديوهات بنشوف أشياء من هذا فتبدأ الناس تقول هذا هو التصوف ما لنا في التصوف فهذا المقام كيف تنظر إلي حضرتك والله هذا حال يعني يحتاج إلى رشد يعني كل من سلك طريق الله وحضر مجلس الذكر والحضرة وامتلأ قلبه وجدا وخشية وأنس بحال من الأحوال أو طرب بحال من الأحوال فإن هذا الحال ينبغي أن لا ينفك عن الأدب مع الخلق ومع الله جل جلاله يعني ليس من حق أحد أن يذوق شيئا فيفتخر به على الناس أو يتعالى به على الناس أو يريد من كل الناس أن تمر بمثل ما مر به كان الشاعر زمان يقول ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ولا بكاؤك إن غن المغنون ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونة بل التصوف أن تصفوا بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا هذا الكلام أقرب ما يكون إلى تصوير جوهر القضية يا أيها السادة الكرام يا أهل الله تعودنا من سير كبار القوم من سيرة الإمام عبدالقادر الجيلاني وسيرة الإمام أبو الحسن الشاذلي وسيرة الإمام السيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوق وسيد أحمد الرفاعي وسيد الإمام حسن البصري والإمام أبو القاسم الجنيد وسري الدين السقطي وسائل رجال الرسالة القشيرية الرسالة القشيرية هذا الكتاب يؤلفه الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري بغرض أن يذكر فيه سير القوم أين كبار أهل الله عبر التاريخ لما نمشي مع حياتهم ونشوف الذوق ونشوف السير إلى الله على أكمل هيئة ما نلاقيش في الحال ده بل نجد فيه منتهى الأدب ومنتهى اتهام النفس ومنتهى خفض الجناح للخلق سيدنا الإمام أبو الحسن الشيزي يقول أقمت مع بعض أصحابي في خلوة ونحن ندعو الله ونقول يا رب عجل لنا بالفتح عجل لنا بالفتح عجل لنا بالفتح غدا يأتي الفتح بعد غد يعني أنا متشوق إلى لحظة انكشاف الحجاب وتنزل الحقيقة وكيف تنهمر على قلب المواجيد العلوية التي تجعلني أحلق في أفاق الكون عبد كام عبد محض كامل العبودية امتى يأتي هذا الحال مشتاق وظامئ إلى هذا الحال بألف بينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجل فقال لنا ما أكثر ما يقول أحدكم غدا يأتي الفتح بعد غد يأتي الفتح كأنكم تعبدون الفتح أعبدوا الفتاح جل جلاله وحينئذ يتجل الله بالفتح أم الإمام الحسن أقول فانتبهت شوف سيادتك بس الكلمة كأنه حصل له فجأة كده حال إفاقة إزاي المعنى ده كان غايب عني وإيه المعنى اللي بيقول للناس يصف معنى من السير إلى الله من الوقوف بكامل الأدب على باب الله مش بيفتخر بما أتاه الله من كرمات والإمام أبو الحسن الشذل من كبار القوم وله الخوارق والكرمات العجيبة لكن كان يقوله يستحي الإنسان من الكرامة يعني لا يلتفت إليها وبنعطاء الله السكندري في الحكم يقول عبارة يعني من أعجب ما يمكن يقول ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته الحقائق سر فالذي تطلب أمامك إنما نحن فتنة فلا تكفر لا تفتن ولا تتوقف عند شيء يفتحه الله لك من ذوق أو أنس أو وجد أو طرب أو حال أو كرامة أو انكشاف أو خاطر أو رؤية منامية شريفة جليلة إياك أن تنشغل بها أو أن تكثر العجب بها أو أن تكثر من حديث الناس بها لحد ما يزهؤوا اجعل هذا حال بينك وبين الله وأبرز للناس ما تمس إليه الحاجة من الذوق من الأدب من الخلق من حسن الجير من تزكية النفس فالأمر يحتاج إلى رشد إلى بصيرة ومن سلك إلى الله ولم تتنور بصيرته فليس بسالك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فتحتاج إلى بصيرة فيما ينبغي أن يطرح للناس